كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مهرجان البحرين للطعام الذي تنظمه حاليا في خليج البحرين استقبل خلال أول سبعة أيام منذ افتتاحه أكثر من 73 ألف زائر بزيادة بلغت 39% عن العام 2019 الهيئة أوضحت أيضا أن عدد المطاعم المشاركة في المهرجان ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2020 ويعكس الإقبال الكبير الذي حققه مهرجان البحرين للطعام حالة تعافي قطاع السياحة والضيافة والترفيه في مملكة البحرين حيث تزخر الدورة الحالية من هذا المهرجان بعدد كبير من الفعاليات المتنوعة هذا ويتجول زواره حاليا بين أكثر من 120 مطعما تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات وسط أجواء تفاعلية مميزة